أحمد هو واحد من بين مئتي طالب وخريج من مختلف مناطق البلاد شاركوا في تدريبات محلية مولتها السفارة الأمريكية في ليبيا بهدف بناء أعمال تجارية شابة لمساهمة في تطوير الاقتصاد كانوا دارين مشروع عدة مشاريع الحق فأنا دخلت في واحدة منها وكانت الحق فيها استفادة كبيرة جدا وكانت متركزة على طريق البزنس كيف أنت تبدأ مشروعك كيف أنت تأسس مشروع اللي أنت تحاول تبدأه مبدرة السفارة تأتي بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية المختصة في ريادة الأعمال لتنفيذ مشاريع المشاركين وهو ما دفع سميرة للمشاركة لتحقيق طموحها هنا كانت نظرتي للمشروع نظرة خيالية مجاية من عالم مثالي على ما فيه شيء أخطاء على ما فيه شيء عالم مثالي اللي بنبدأ بيزنس اللي بنبدأه كبير بكل بنكسبانشن من البداية بكل فما كانش عندي أي أدنى فكرة عن البزنس مانجمينت لما جيت هنا صار لي زي تمليم للمعلومات وقعد عندي نظرة واقعية أكثر للمشروع نتاعي ويرى مختصون أن المبادرات الأمريكية المختلفة في ليبيا في تدريب أصحاب المشاريع الصغيرة قد تساعد في تغيير العقلية المعتمدة على الوظائف العامة والتي فاقت مصرفاتها 20 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بحسب بيانات المصرف المركزية عن ليبيا قاعدت تحدد في هويات الاقتصادية فدعم مثل هذه المشاريع تساعد في تحديد الهوية الاقتصادية للبلاد للبلاد بصفة عامة والناس طبعا خلال سنوات يفاتن عرفت أهمية البرايفيت بزنس أو العمل قاس وانتشر الثقافة بتعريات الأعمال ومشاريع الصغيرة المتوسطة التي تقدم في خلول مختلفة لعامة الشعب يعني تقديم خدمات توصيل مثلا خدمات أخرى وما إلى ذلك من الخدمات التي كانت تنقص في المجتمع في وقت ما وخلال النصف الأول من العام الجاري اختتمت سفارة الأمريكية عددا من البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال في عدد من المدن الليبية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الليبي خاصة مع الاعتماد على فئة الشباب تصلت المبادرات الأمريكية في ليبيا الضوء على رواد الأعمال للمساهمة في خلق فرص عمل أكثر للشباب من جهة والدفع نحو تمكينهم من جهة أخرى فرج حمزة الحرة أنغازي